بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله ان شاء الله نتحدث الآن عن الطواب طيف التوحد والفصل الثامن بالنسبة لنا والتوحد من المصطلحات الشائعة في المجتمعات النحاليا والكثير أحيانا بيتكلم عليه كلام طبعا غير دقيق بداية التوحد أول ما نتحدث عنه من الأساسيين اللي تكلم عنه كان عالم اسمه كنر وكان ده في سنة 1943 كمان من الحاجات المهمة بالنسبة لزهور مصطلح التوحد الفعلي كان في التمانينات من القرون المارس من 1881 منظمة الصحة العالمية بدأت الاهتمام به وبدأ الاهتمام به الفعلي في الوقتنا طيب الطواب التوحد هو الطواب من الاطرابات النمائية الشاملة تؤثر على الفرد في الجوانب اللغوية التواصلية بأول حاجة لازم ناخد بالنا منها أنه هو الطواب نمائي كمان في مشكلات في اللغة التواصلية والمشكلات الاجتماعية الجوانب الاجتماعية وكمان في أشياء خاصة بالسلوك أو السلوكيات يعني معنى الكلام ده أنه إحنا عندنا تلات جوانب أساسية بيكون فيها تأثير نتيجة للإصابة بالتوحد أول حاجة فيها هي الجوانب الخاصة باللغة عندهم مشكلات كبيرة جدا أو قصور حاد في اللغة عندهم كمان مشكلات في التفاعلات الاجتماعية مشكلات بودو حادة أو قصور حادة في المشكلات الاجتماعية وعندهم بودو سلوكيات اه التوابات سلوكية حادة كمان طيب كنا عايزين كمان نعرف أن التوحد بيطلق عليه في بعض الأحيان الإعاقة الغامضة وكلمة الأحيان الغامضة دي تدينا تفسير أن فعلا الموضوع مرش معروف بالدرجة الكافية مش معلومة جميع جوانبه بالدرجة الكافية أو سبب أساسي للإصابة بالتوحد طيب الطابط في التوحد بتشمل ايه؟ رقم واحد الطابط التوحد اثنين متلازمة سبرجر ثلاثة متلازمة ريت أربعة الطابط التفاكك التفولي خمسة للطابط النمائية الشاملة طيب لو جينا نتحدث عن الطابط في التوحد هنلاقي أن الاضطرابات اللي فاتت دي كلها بتشترك في بعض الأشياء وزي ما أنا قلت ثلاث مواضيع أساسية وهي مشكلة أو قصور في المهوات التواصلية اللغوية أو قصور وناخد بلنا من النقطة دي مقوي في المهوات التواصلية اللغوية قصور في التفاعل الاجتماعي عندهم كمان أنماط سلوكية ومشكلات سلوكية هادة ترجمة نانسي قنقر